إذن عشية انطلاق الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الاعلام العربي أكدت سعادة منا غانم المري نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبيل العلام رئيسة نادي دبيل الصحافة أن اطلاق قمة الاعلام العربي كمظلة جديدة تندرج تحتها كافة المبادرات والفعاليات العالمية التي يتولى نادي دبيل الصحافة تنظيمها يعزز مكان الدولة الامارات العربية المتحدة كرائدة وسباقة دائما في تعزيز دور قطاع الاعلام والارتقاء به محليا وعربيا وعالميا ويتزامن الحدث السنوي مع دورة الثانية لمنتدى الاعلام العربي للشباب التي تنطلق غدا الاثنين مع تكريم الفائزين بالدورة الثالثة والعشرين لجائزة الاعلام العربي فاليوم التالي فيما يقام حفل جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة في اليوم الثالث والختامية